كانت ولاية إفريقيا الشمالية بأواخر القرن الثاني الهجري تحت إمرت محمد بن مقاتل العكي رضيع هارون الرشيد فهو الذي كان يومئذ أميرا بالقيروان وبيده زيمام هذه الولاية العربية بإفريقيا وكان لسوء سلوكه مع الراعية وحيفه واستبداده وجوره أنكرهه الناس وثاروا ضده سنة 899 ميلادي ومعهم يومئذ عامل تونس تمام بن تميم فإن هزم ابن مقاتل وحاول الفرار من الثائرين إلى دار الإمارة بالقيروان فحال الناس بينه وبينها فعلم